السلام عليكم كانت منا تكونوا بخير وعلى خير أحوالكم طيبة وما نقصكم حتى شي خير ومرحبا بكم معايا من جديد قناتكم واتبخ حليمة الفلالي مع فيديو جديد يوما إن شاء الله سنوجدوا سلو أو زمتة أو سفوف يعني الوصفة اللي من دابة أغلبية الأسر كيبدأ يوجدوا لها لأنه مهم بزاف وتكون حاضر في أغلب موائدنا ما نقولش كل شي ولكن يعني واحد سعين في المياه ديال المغاربة كيوجدوه قبل رمضان حيث كيكون غني مفيد وكيشبه اليوم إن شاء الله غديدروا معكم بثلاثة ديال الطرق اللي غديدتوافق مع جميع الميزانيات جميع يعني طبقات الأسر المغربية وحتى الناس اللي كيخدموا ليكمون غدي يخدموا معلومات وحتى هم يقترحوا على الكليين ديالهم شنو بغوا فيهم الناس اللي يكونوا رايحة العوان كلها وظروفه هنا يا غدي نوجدوه مع بعض المكونات كاملة ومن بعدها عاد نوريكم كل واحدة أو لكل نوع شنو غدي نديرو فيه يعني من الملاكي حتى الاقتصاد أول حاجة الزنجلان كيتحمر هنحمر معكم جميع المكونات درت معكم من قبل كيفاش توجدوه سلو ديالكم على تساعي لما عندكمش الوقت بسهولة بلا متعية وغنخلي لكم الرابط أسفل الفيديو الزنجلان أول حاجة كان وجدوه كانشريوها لتساع كانغسلوه كانشفوه كاننقيوه وكانحمره الزنجلان يكون البلدي إما كانحمروه في الكوكوت أولا كانحمروه في الفران على نرمهيلة دائما عندكم يتحمر لكم كثير من الجاد ليلة تحمر كيولي ما فيه حتى فايدة وكيولي وغيه الجلود يعني القشرة بلا مضاق بلا حتى يعنيها غتضيعو ووقتكم ومجهودكم فيه ديما نحمروه على تساع على خطرنا ووقت الكافي نحضيوه ونخليوه فقط غير يدخلوه تحمار يعني ولي مقرمل بلا ما يتبديل لون دياله إلا كحال أو لا تحرق صافي لا مضاق لا قيمة كتبقى عنده اما كيف قلت في الكوكوت او لفر فران على نرمهيلة انا مولفا فصراحه كنديرون فران ديال الغاز وكنت هنا لهو للوز ولكن دبا كانت تشتاه فصراحه اللي وجدتم كانت تشتاه فعندي الفران فلاكور فاضطريت نستعمل غيد يلطه وكيلماشي مشكله نهار خليته غيرت حمار ونهار عدخلتها على خطره هنا اللوز دائما البلدي خدموا البنات في البلدي ما تمشيوه في الرومي وليش حاجه اللي اقتصادية اضيعو كل شيء اللي ان البلدي ديال المغرب يعني كان ضن ديالتين غير تكون شوية في صراحه زايد في التامن ولكن المضاق ديالو كيكون زوين عما لان شتيت شطرتي وخديتي البلدي رومي فكيكون لوقو ديالو خايف ما عندو تمضاق في صراحه فكان نقيوه طبعا كان مسحوه وكان حمروه بقشة ديالو نصيحة مني البنات اللي مازال ما زعموش غير زعمو كالقا بعد الاخوات كي يسولو في مواقع التواصل الاجتماعي كيخافو فما دم قلت هلكو ممكن استعملها انا الا ولا مجربة بزاف ديال الطرق وصلكت كان ديالي كومون فهادي الاسهل وحتى المضاق يكون احسن وحتى اللي يسكي بقابل قيمة ديالو الغيداء يكامحة القشورة هم بنان فحمرو على نرمهيلا اعاد هرمشوه او لا تحنوه كوكاو غانوش غدوكين ما غنستعملوش كل شي عندنا هنا يمخلط عندي كوكاو الكبير وكوكاو الحمر البلدي بجوج هم شيتهم مقشرين غنانو بريكم الفرق فهدا الصغير بلدي وهدا الكبير لبيض بجوج هم ديالت نصاكا ونصاكا فوريتكم في فيديو السابق ديال البقلاوه كيفاش كنديرو بزاف ديالت نصحوني كنستفد منكم كنستفد من التعليقات ديالكم اني نغلي نسلقو وندير معاه الحامض ومزهر يعني اغلبية هاتشي اللي قالوا ونخلي طلع فيه الغليح تكتحيل الكشكوشة عاد نصفيه نحيدك الكشكوشة ونصفيه ونخليه نشوف هي عاد نحمره في الفران اونا نقليه وفعلا كانت النتيجة زوينة بصارا حاكين فوحت شوية الفرق بين طريقة اللي دلت كما لحتو هنا دلت مزهر وقطاع ديال الحامض عاد خليته يغلي مزيان فشكرا لكم اكيد كيف قلت كنستفد من نصائح ديالكم حيتنا مش كل شي كنعرفوه وهد العالم راه هو بحر كبير مش حال ما تعلمنا كيبقى نقصنا بزاف ومازال نتعلموه ومازال ما حدنا في الحياة وحنا كنستفدو من بعضياتنا علاش الله مش يعيب هنا كما لحتو بعد ما صفيتو وخليتو نشوف دلت لي الزيت وقنطفلوه حتى الفران حتى حاجه ما غدي نقليها كل شي غادي يجيني ساله وكل شي بنين بلا ما نستعمل الزيت الزيت غالية ما بقى تصحى ديال الزيت بزاي اللهم ما كل شي في الفران وكيف قلت كيف قلت كيف فرح حتى المجهود وتعب عافية مهيلة ونخليه بحلي كي تتقله وكي تتحمر مزيان حتى كي تتقله بعد ذاك الشكل بالنسبة للطقيق فرنستعمل بالطقيق الكامل بالنخالة دياله غالي نغرب له والطقيق ديال الفورس والكيميان غنوريها لكم بالتطقيق وانا كنوجد سللو ديالي الطقيق الكامل اللي بالنخالة غرب له نخالة إلا غرب حمرتوها معاه كتتحرق هي خفيفة الغية كتتحمر فكن حيدو نخاله وكنخليه غير سميدة دياله وطبعا كنستعملو الغربال اللي العيون دياله رقيقة ديال نيلو وانا عندي هادا فيه بزاف دياله كنبدل يعني نحسا تل الغلي دقاع صافي بحال هكا كنحيد كنخالة كنحتافض بها بعد نقرس بها الخبز وهادي غدي نحمرها في الكوكوت الناس اللي كيخدمو لي كومندو كيدلو كونتيتا كتيرا ديال الدقيق فغدي أخد لكم الوقت وغدي هادا فصيف طول الفران شوفو شي فران اللي كيحمرو على مزيان وعلى تساع حيت كيلي كيخطفو في صراحة احنا عدنا هنا في مكناس كيد ديراج لي كيكون يعني واقف على سلو كتير كيد ديال واحد السيد في كندن في البرج برج ماشيد مولاي عمر برج ديال ليحدا ديال السالب تمك يحمرو مزيان فغدي تختصروا الوقت عليكم والمجهود فبالنسبة لي عندكم كونتيتاك تقليلة فحمرو غيف الكوكوت انا كيعجبني نحمر في الكوكوت لانا فايت لي حرقني في الفران في صراحة معاوتش ضرت بالطقيق في الفران غيف الكوكوت كنبقى معاه شوية بشوية حتى كيددهب ما تحمروش كتير من القياسة كيولي بحل غيس حمروه يدهب فقط الناس اللي كدهب نحن كنك نقولهاش حاله دي لا تحرقلينا شي الاخر ما نحمروش مزيان ونخلطوه يجي هو هاداك ركي يجي في اللون هو هاداك ايه ولكن في المطاق ركي يدعليكم سللون خس كلو يجي محمر على خاطر وقفو عليه وبدو تخلطو فيه حتى تشوفوه تحمر بالنسبة للزبدة فانا ما غنستعملش فصراحة الكيميه كامل اللي غندير فقط حمرت دوبتها ورطيتها بوغ نوازي تغيير حيت كان نحتاجها بزاف تحضيرات رمضان في البريغة في البريوات في شباكية يعني غليتها كاملة ولكن انا ما غنحتاج غير قليل منها حيت غن نديرها بطريقة باش اللوز ديالي وزجلان وكاوكا يطلقوا الدهون ديالهم ونحتاجوش الدهون كثيرة هنا بعد اما غلاتها مزيان نحتاجو الولات قوية سنصفوها ونخليها انا صفيتها ماشي في علبة ماشي في شي حاجه فقط في قصرنا لانا البرد وعنما نبغي نستعملها غا تكون جمدات غنعاود نسخنها ويمن الاحسن تستعملو هي سخونة الزجلان ديالي بعد اما تحمر على النار مهيلا كنأكد على النار مهيلا رضو بالكم يتحمر لكم على خاطره ويميد دوقوه يتقاوم قرمش والمضاق دياله كي زيان والاكي لا تحرق تيقباح انا شاش كنأكد باش ما تضيعوش في المقادر ديالكم لا يحصل العوان كل شي غالي وكل شي بالتامان افتاني ما نرضوه لبال انضيعوه الا لا تملا اي حاجه اعطيوها الخاطر طيق دلوها بخاطر باش كتجيكم مزيانه هنا انا خطعتو انخص عملت الروبو كان بزاف ديال الالات اللي دابة كيتحنوني ولا متوفرين بهتحال هادمي كنت نخدم لي كوموت كنت نقوم باندوتر واحدا كنت نخدم بها اولا كنت لدي واحد لقونتي تكتيره كنتفحها على بره الناس من مختصين فقط فتحين ديل سلوه كان وحد الاهلات دابة ولو مؤخرا ديل العطرية اللي بالكيلو ونسكيلو اللي عرفته هم بحلي كيتحنو بيوم على بره هادو كرهم حتىوما كيتحنو سلوه مزيانه كنت تحنوه حتى يطلق اليدام ديالو ما كنحتاجوش نهائيا نزيدو بالزاب ديال الزيت او الزبتة اللوز كما لاحطو كيت تقسم لنا بسهولة راغيط اذا ما بيناتوش فكيكون محمر من الداخل ما كيتبتلوش لون بالزاب كيتحمر كيولي مذهب لكحال عرفيه صافي اللوغو ديالو داعي كناخد كميه منو نطحنو حتى يطلق اليدام ديالو والكميه الخورا غنهرمشوها انا بديت بالطحين اللي انه غنطحن كميه كتيره والتهرميش خليته الميكسور اللي عندكم غير اداة واحده باش كتخدموه باش ما تقاوش تغسله وتعاودو هرمشو هو اللوغ غتهرمشوه وعاد تحنو حتى يطلق اليدام ما يصلح لكمش لكان الروبو حتى يطلق اليدام ما يصلحش هرمشو فيه من بعد سوفي غادي نستمر حتى نصوب الكيميه ديالي كامل اللي عندي اللي غنحتاج ومن بعد انا مشيو نوجدو سلو ديالنا مرحاله بمرحاله هنه يعدنا اللي هنهرمشوف اكيد كنبغيو في سلو ديالنا شي حاجه هكايا خوستيون اللي نحسو بلعطة ديالها ميكونش كله معلك نفس صرحه مكيش يكون معلك كامل فكنخلي كيميه لا بأس بها من اللوز وزنجلان باش كنزيدها في الاخير او لكاوكاو طبعا الى ادديرو كيميه دياللوز قليلة صافي زنجلان من نفس الطريقة ما نخليوه صحيح كأن بعض الناس كيخليوه صحيح فكننأكد لكم وكما كنقول دائما ارا ما كنتستفدو منو والو رامي كنهرمشو غي كان ديودك تحنى شوية فقط غي شوية تحنى وحدا يلا عندكم روبو مش هذا الميكسو خلاص غي كيهرمش فهي كنخرجو لوقو ديالو كنخرجو المضاق ديالو وكننستفدو منو اذا خليناه صحيح فما كنستفدو متى حاجه هنا بالنسبة للطحين بعد ما كنحمروه فكننغربلوه الدقيق الكامل فما كيحتاش يتغربل ما كيتكورش هو ساهل على هذا الفورس اللا من كيتحمر فكيخاصو يتغربل من الاحسن من تحمروه غربلوه ديرو ببواطا وخليوه انا وجدت تكشي ديالينها قبل حمرت كل شي على تساع نتلي ما عنده مش الوقت كيف قلت انا وريتكم فيديو سابق كيفاش على طول توجدو كله نهار ديرو حاجه ما تحسوش به نهائيا خصوصا التحمار والطحين يلا ما عندكمش طبعا الوقت خدامات اولا عندكم الترابير اللا يحصل العوان ما كيكونش لوكس انا يعني كيجيني تصار حلو ساهل ميكا لكم قاسا في الطار كندير نهارد حمار ونهارد طحين الجميع وصافي سخددها بكل شي الالات سهلوا علينا كل شي هنا كما قلت كان غربلت الطحين ديالي وبالنسبة للمكونات هيا كاملا وجدال اللوز الجنجلة المهرماش المطحون وبالنسبة لكاكو وغنشوفوه في صفه اخرى سكار غلاسي على حساب الطوق انا غنقول لكم مش عالدرت بالنسبة المكونات الاخرى فغادي نحتاجو طبعا المسكة حرة اللي كانتحنوها مع السكار الملح ما نطور الملح يشوي على ملح النافع البستاني والنافع البلدي اللي كانتصخدوهم وموحب تحلاوها هي كيتنقوا وكيتصخدوه ما كيتحمروش الدولبة اللي حمرته هم طيت تحرقوتي وريحة ديالو بخيبه وليموضاق ديالو بخيب تيتصخد يعني هي كيك يسخن وكنتحنوهم مزيان وكننغربلوهم القرفة كانتحنوها مزيان خدو اه شي احتقالي كيبيعيه متحنوا محبا ما كان شي ديلو كل شي لا يدكو والقرفة الى طالت وكانت عند لكي يبيع قديمة فكت تفقد الريحة ديالها وجهة ديالها فطحنوها علي ديكم هنا بالنسبة للزبدة ديالي فما نحتاج منها بزار غير شوية وبالنسبة العسلي لا بغيتوا تستعملوا العسل الحرة ماشية السكار إلا غيت السكار يلغيت السكار فقط هنا كناخدوك سعى كندير بالنسبة للول ملكي او اللي مقوم زيان كيلو ديال الطحين ممكن نتعفو طبعا انا حتى ندير بزاف الانواع ما بغيش نكتر بزاف كيلو ديال الطحين كيلو وهو طبعا محمر فكيلو ونص الى حمرنا هاتك تعطينا كيلو جوج معالق ديال القرفة انا كل شي راني مغرب له غيره كان بغيت نوري لكم خصوصا المبتدئات لا ضروري خصوصا تغرب له فهذاك الغرباء اللي العوينات دياله رقيقة كان دياله معالقة ديال النافع البلدي معالقة النافع البستاني هو هذا اللي كي يكون فتوح من كي تطحن اولا ديرو جوج معالق من نوع واحد وخصوصا اللي باللي هنا جوج معالق ديال حبت حلاوات تكون عامرين وغادي نزيدو معاهم هذاك اللوز وزنجلان اللي تطحنه حتى تطلق الليدام دياله يلا بغيتو يتلقلكم ليدام ضغياء تطحنوه وهو سخون يعني كيت بدوهم الفران ديروه اي تطحن نسي شي بنسبة اللوز كما لحتو غرامة كانحتاجوش من بعد نزيدو ليدام بززاف فكنديرو كيلو ديال اللوز كنقسموه يعني التولوتين كانتطحنوها مزيان والتولوت كنهرمشوه نفس شي بنسبة للزنجلان التولوتين كيتطحن مزيان والتولوت كيتهرمش الناس اللي معدومش تطحنوا وغاي يديرو على برا كيتجمعوها الحوايج اللي كتطحن وكتعطيوها للك اللي كيتطحن ومن بعد ما كيتجيبوه لطار هات كتزيدو له ذاك الشي اللي مهرمش وشوكي هي كومش معللك بززاف هنا ايا بنسبة للعسل كنسخنوه اكيد عاد كنستعملوه مسكا حورا ارا ما يبالكم شادي كلها مسكارا غي واحد جوج كوي ورات فقط غي السكر اللي كتير اللي يدرت معاها شوية الملحة اللي كانت عندكم ملحة غليظة تحنوها مع اللوز او لمعزينجلان في قبيصة اكيد كتعدل المضاق وبنسبة للسكر فانا درت تقريبا واحد الميتين كرام وكيبقى على حسب الضوقة ديالكم زيدو او نقصو حليو باللي بغيتو وناس اللي عندهم مشاكل صحي يلا يشافيهم يا ربي ما يديروش سكر نهائيا ممكن تحليو كيب الزاف الشي اللي ممكن طبيعية تحليو بيها طبعا بس كنا ديك الفوطة غير اللي يسمح لي منها لا بس اللي كاينة وكون حواجي هاش غادي نقول لكم مع التصوير كان قديم بنفسح باللي عندي باش كان حبس كاميرا اولا كان عاود نخدمها فما شي مشكيه لك شي لاج الدهر عمرت في السكر الدقيق صاف يادو مكونات ديالي كابلين هني زيد معهم ذاك العسل اللي سخنت والزبدة اكيد تكون سخونة عندرت صاف كاسرنا كيف قلت باش نسخنها نستعملها وهي ودافي باش كيعاوني سلو ديالي يطلق الدهن ديالي اكتر وما غا نحتاش منها بزاف غي شوية كيف غادي نوريكم غادي نستعملوا العجانة باش غادي ندلكوها وغادي تطلقوا واحد اللي داما كتقولوا انتم ما في كان كما غادي تشوفوا معايا هاد الشي اللي ناشف إلا كنتو غا تتحنوا على برا خليوا حتى تجيبو حتى دابا إلا بريتو تتخلطوها وعاد في الآخر تزيدو ممكن أنا غادي نخلط كل شي غادي نقص في شي حاجة ونبدأ كان ندلك شوية بشوية إلا استعملنا العجانة فما نحتاجوش ندلكو نهائيا بيدينا يعني شحال هادي ما كانش العجانة كنا كندو ذاك الكسحة اللي حرشة اللي ما منزل الجاش وكان مقا ودلك ما دلك دلك دلكينتي وعطال أخرى دلك حتى كتطلق لنا ليدا مدابا سهال في صراحة كل شي سهال إلا عدنا العجانة نستعملوها حتى ذاك الروبو ولكن ماشي جيها ديال الطحين فقط اللي كتعجن فديني شوية بشوية وبداي كتدلكي فيها فكتطلق واحد دهون قلت لكم عجيبة زا ما صراحة كتنفعل عجانة بحال هاد الأمور فهنا خلطس وغنزيد غير واحد شوية اللي دم حيث هادا 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 المقوم بغيتو يجويني شوية معلك وهاد المعلك اللي كيكون يعني فيه ليدا بزاف بزاف ناس كيبغيوه كيلي كيبغيه ناشف وهو كينفح كيف قلت من قباله في فيديوهات صادقة اللي يسلو بحال هنا يفمك الناس اللي كيديروه بريستيج تفهز اللي كيديروه بريستيج وكيكون على شكل أشكال وكيتقدم في العقيقة أولا في السبوع فكيكون هاكا كمعلك كين اللي في عوض الزبدة كيجمع بالغاناش بالغاناش يعني بالشوكولات مع الكريمة مع الزبدة كأناش اللي كيكون بالنوعية تشكوات مزيينة فهذا كيستي يصلاح لسلوب بريستيج اللي كيكون في المناسبات اللي كيكون يعني كنشكلوه على حسب الباطا شوكولار كيكون بأشكال مختلفة فكيجمعوه إما بالكراميل حتى هو الكراميل ما شي كراميل اللي بوحده اللي كيدلاء والكراميل اللي كيكون بالزبدة حتى هو وبالكريمة فكيجي ابنين به وكيكون مختلفه لكن ما كيصبرش بزاف هذا اللي كندلو احنا ديال العواشر فكيكون نحطوه في البلاكار أولا فكيصبر مدة طويلة هدا كلا خسكي واحد المدة قصيرة وتحصف ديبية فتلاجة مدة قصيرة صافي كيخسكي تستهلكي بريش ما يغملش وكين كيجي مدق ديالو مختلف ما كيجيش بحل بلدي فكي ما قولت بالغاناش أو لا بالكراميل إلا بغيتو نحضره معاكم فيديوهات ان شاء الله صحح قديمة ان شاء الله صافي هنا كيما لحتو زجي شوية زبدة وبديتك نخلط غادي ندلو حل الكمية في في العجانة كيما لحتو هنا ما زال ما تلقش لي دام ديالو دلو في العجانة وندلكوه مزيان كيما غا تشوفوا معايا كيفاش غادي ولي وكندلكوه بهاد بهاد الراس هذا اللي كي ديالينا العجينا جارية فكيطلق واحد الدهون قد كا عجيبة من هالي جاربت العجانة بديك الساعة وانا كندير فيها صراحة مبقيتش ندلكها فكل شي سهل علينا عراغين وجدوه كيما كتشوفوا خصوص الناس اللي كيدلو لكم وتكتكون عندهم كيميا كتيرة فاعطيول العجانة للكها لكم زيان فغا تسهل عليكم اكيد الخدمة ونبقى جوز بجوز حتى كندلكها كاملا ومشو نشوفو سلو تاني لي كيكون متوسط موين ماشي غالي وماشي اقتصادي مية في المية هذا غالبا اللي كندير هنا فكي عجيبني لو قد كوكاو كندير كوكاو ونفس اللو بعض الناس بالزبت يقولك لا ما تيصلاحش فاتيصلاح تهو راغيح نا كان حقروحي ترخيص فهو عندو قيمته الغداء يوم داقوح تهو زويد لماذا لا ؟ كيلو كيلو كوكاو اللي كم لحتو محمر فالفران حتى كيجيب حل المقليل حد هناك بالزيت كنتحنو كامل كيلو كامل غنتحنو حتى كيطلق الليدام ديالهم مزيان كم كتشوفو معي نحضر اللوز المتحن من قبل وزنجلات وكيومية وكيوميات وننحن كامل ونجعل الهرمش نحن نحن بلوز في العطة كوكا أم لا ولكن كيف أن تقول لما داق دياله زوين وحتى هو عنده قيمته الغذائية نحص له هذه الطريقة على زبدة الكاكا وقلبه وش من الفوائد فيها ففيها فوائد كثيرة كما رحتو هنا درت بنفس طريقة الدقيق فقديندير كيلو ونصف ديال الدقيق انا بعد غادي نزيد ان الكسان عندي صغيرة باش نوريكم كيفاش تخلطو ومبعد غادي نزيد الكيمية كاملة فكيلو ونصف ديال الدقيق بعد ما يعني حمرت جوج كيلو جوج كيلو كتعطيني كيلو ونصف ديال الدقيق سكوار على حساب الطوق واحد المائتين وخمسين جرام لي درت هنا انا كياجبني حلو جوج معالق ونصف ديال النافع بالثاني معالق ونصف ديال النافع البلدي جوج معالق ديال حبة حلاوه هدا الي درت في التابة النافع البلدي وبينسبه القرفارة كل شي عندي هنا مغربة جوج معالق قبار عامري غادي نزيدو كذلك هدا الكوكول ليطحننا كما راحتوا ما كان فيه الزيت هنا بالزيت فهو اصلا ميت دم هو كتر من اللوز طلق لي دم مزيان فغاي عاوني هنا ما غانزيتش نهائيا التهون بغيتو شوية يكون ناشف نفشي بالنسبة للوز فعدنا كيلو للوز كيلو ديال الكوكو وكيلو ديال الزنجلان بالنسبة للوز خليت كمية مزيانة يعني كتر من الكمية تقريبا واحد كتر من طولوت ديال اللوز اللي خليتو هرمشتو وكتر من طولوت ديال الزنجلان اللي حتى هو ترمش فغنزيدهم في الاخر بعد ما غنخلط هاد المكونات مزيان كيف قلتي ممكن زيدو اللي بغيتو الناس اللي كي بغيو اللان وزريع الكتن انا ما كنبغيهمش في صراحة ممكن هاداك اللي النفاس النفيسة فقط كنديرو لها باش كيعاونها انها يعني اعدامها يتجمعو اما في صراحة كيف تدلو انا نهار واحد درتو واحد العام في البداية ديالي في الزواج وراجلي ما حملوش ما بغاش من بعد عاوتتو الوليدات قلت باش يعدو ما بغاوش فصافي قلت كنزيدو الهم في الحسوة كنزيدوهم في ذوك التقاوت ولكن نخليه الناس هوا اسلو واحد شيوة من غير انها مفيدة وكتعاون نفسيه وكتشبه فعندولو يعني الديد بني كي بغيو الناس حي تبني فلي هرسلو الماداق ديالو ما بغاوش وكتشبه فلنجلان ما ننساوش اللوز و الكوكا و هادو كلهم اشياء اللي مفيدة بزاف وكيبما رحتم هنا ما درناش حاجة فيها القليش حاجة اللي ماشي صحي مغير السكار اللي بزاف كيقولك لا ماشي صحي فالسكار فاكيد بشيتان الحلاوه وانتوما ممكن تحليوه باللي يبغيتو هنا ستجوج مع القضيه لاسل نسيتها ديالي سخنتو مزيتو وممكن ليلة عندكو مش تستغنو عليه صافي بعد ما خلط سنزيد اللوز والسنجلان هما لغايعطيونا شي حاجة مقرمش للداخل وغان مشين دلكها وكيبما غادي تشوفوا معايا هنا يارا هناش فعل الاخور مالحيت ما زدلو لازم دالاوالو وغا تشوفوه كيف غايوولي حيت غاندلكو كتر مالاخور غاديوولي ميد دم مزيان صافي وغاديكون واجد كيبما لحتو راه سهل في التحضير ديالو بلا تعقيدات تجربوا طريقتي اكيد اتعجبكم لم نحيت قلت المجهود ولم نحيت حتى المدق شوفوا معايا الفرق انا مزيت حتى قطرة دياللي دام لا زيت لا زبدة وكان الناس اللي ما عندهم مش زبدة ولي كديهم غالية حتى زيت غلات فصراحة طبا كل الله عليها تيوليت عندها تمان نيت فنخلطوا بيناتهم اولا نستعملوا حاجة واحدة هي الزبدة كتعطيه لوغو زوين بزاف كتعطيه واحد الاضافة متميزة جربوا هكو 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 هتحسوا بالفرق شو الاقتصادي بزاف من ديكم كانوا طلبوا مني انني اني نحضروا معهم فكيكون فيه كيميالوس قليلة مقارنة مع كوكا والزنجلين والطحين لا يحصل العوان كل شي غالي لا يحصل العوان فصراحة انا بشيط النشرية كل شقة فنضروا نفس الشي دقيق سكار شوية للملح يعني هذا الشي ما غيتبطلش حب التحلاوه النافع بانواع دياله معلقه معلقه بالنسبة لكلو ديال الدقيق انا هنا يدرت كيميقيل هنا في الكسعة وكيميب بعدها نقاد كل شي لانه كما رحتو كل شي كنكي تكرفسي قبيلات هنا جوج معلقة حب التحلاوه جوج معلقة ديال القرفة هنا الفرق اللي غيكون غيكون كوكا كتير واللوز قليل كما كنا عرفوه خيغلاتي غلية ما غيوصلش لللوز فغادي نديروا هنا يا الزنجلان اللي تحنت النص ونص الاخور هرمشته كوكاو كيلو غادي نديروه مطحون مزيان كما لاحطوا هدارة هزتلو شوية ديال الزيت بس طلق اللي دام مزيان اولا شوية زبدة اللي بغيتو انا من بعد نعود نصفي كل شي ونزيد الزجلين لقد اضعت كمية كثيرة كي نحس بشي حاجة كثيرة و الوز قريبا 400 كرام ممكن اضع كيمية قليمة ممكن اضع كرامة رابعة النص ديالها مثلا تطحنوه و النص تهرمشوه انا اضعت 400 كرام 200 كرام تحنتها و 200 كرام هرمشتها كي نحس بكوكو فقط راح تهو انا وجدو سللو ديالنا لحسب الامكانيات ديالنا ماشي مشكل في حال هدي كان الزجلان رخيص كان زجلان رخيص فكنا كنديرو هكا و هكا فدابر اللحس اللعول ماشي قاعد الاصار غادي قدو ديرو ذاك الكمية لللوز لنا مازال تابع الشباكية مازال تابع بزاف ديال المصاريف فديرو كمية ديال الكوكو تكون كثيرا الزجلان تهوه و اللي غالي فيهم نقصو منو و زيدو الزبدة المزيانة من الاحسن باش عطيكم الماضاق المزيان و خلاص العطرية الخورية يعني بحال النافع و حبت حلاواك و القرفار هما مهمين و المسكة زيدو واحد شوية و واحد جوج كويرات يعني بنسطريقة غادي ندلكوه في العجلانة و نزيدو له لو بغينا الزيت او الزبدة فكيجي حتى هو الليد كنتمنا نكون يعني بطلب ديالكم كون عطيتكم قائل معلومات خاصة مبتدئات اللي غادي استفدو منها هذا اللي كيجي معلك فممكن شكلوه بالطريقة اللي بغينا في قواليب اللي بغيتو و بالنسبة للاخور فكيكون شوية واقف فكيجي رائع و الديد في حالاته كاملة و كيف قلتنا اللي كان يوجد غالبا كل سنة هو اللي كيكون فيه كوكا واحد كيجبني و انتوما حضروا اللي بغيتوه مهم هو الوصفة ناجحة في هالمادق المغربي الاصيل شكرا لكم دائما على المتابعة و الى اللقاء في فيديو فصفة قادمة ان شاء الله سلام